فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الأخذوا من اللحية أو ما يسمى بتحديدها ويستدلون بفعل ابن عمر رضي الله عنهما يقول كيف الإجابة عن ذلك وما هو لما لا يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحة ورغم يأخذون بفعل ابن عمر ويتركون قول الرسول أعفوا يتركوها لا يوخذ منها شيء أرسلوا اللحة أرخوا اللحة كل هذه الروايات في الصحيح لماذا يذهبون إلى فعل صحابي مع وجود النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وبن عمر ما كان يعمل هذا دائما إنما ثبت عنه أنه يعمله إذا تحلل من الإحرام فقط يعتبره من التحلل اجتهادا منه رضي الله عنه نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر